خلافات سياسية حادة بين بغداد وأربيل تسببت بها هذه المرة موازنة عام 2023 ولسيما بعد رفض حكومة أربيل التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية نيابية على إلزام أربيل بدفع 10% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيها حكومة كردوسان العراق اعتبرت هذه التعديلات مساسا بحصة أربيل مبينة أن هذه التغييرات غير دستورية ومخالفة للاتفاق المبرم مع حكومة بغداد وأنها تتناقض مع مبادئ اتفاق حكومة اتلاف إدارة الدولة وبرنامج تشكيلة حكومة السوداني ليتطور الأمر إلى اتهامات مباشرة لحكومة السوداني بتجفيف المصادر الاقتصادية لكردوسان العراق بحسب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي محمد حاجي محمود احتدام الخلال بين بغداد وأربيل بشأن الموازنة دفع الإطار التنسيقي وعلى لسان وعد القد أحد أعضائه إلى التأكيد بأن تمرير قانون الموازنة لن يتم وأنه يحتاج إلى توافق سياسي بين الطرفين فضلا عن جميع الكتل والأحزاب وسط تأكيد اقتصادهين من أن موازنة عام 2023 ستشهد مزيدا من الخلافات السياسية وهما يؤثر على تأخر إقرارها فضلا عن تبعات اقتصادية جمة على كل القطاعات في البلاد وتطبق حكومة كردوسان العراق سياسة التقشف المالية التي تم إقرارها في عام 2016 عبر برنامج الادخار الاجباري للموظفين باستثناء القوات الأمنية حيث بدأ الادخار من 15% من رواتب الموظفين مع سقطاع نسبة 50% من الراتب التقاعد للدرجات الخاصة وهي النسبة ذاتها التي طالبت بها حكومة السودان في وقتا اتهمت أربيل السودان بنقض الاتفاق المبرم سابقا والذي يقضي بتمرير حكومته مقابل عدم التلاعب بالحصص المالية لكردوسان العراق هو إذن خلاف سياسي مستعر بين حكومة السودان وحكومة كردوسان العراق يؤكد بوضوح السمرار الصراع الأحزاب والكتل منذ عام 2003 وحتى الآن على السلطة والمناصب والنفوذ بعيدا عن مصطحة المواطن أينما كان ترجمة نانسي قنقر